السلام عليكم طلاب الصف والسادس العلمي العزاء ودرس جديد من دروس موادزة الاحياء وهم درسنا مثل ما تشوفون عن الجهاز التكاثر الانثوي في الضفادة طلابان ملاحظة قلتها بالدرس السابق عن الجهاز التناسل الذكري والانثوي مما يتكون طبعا قلنا دائما التشت قول بالجهاز التناسل الانثوي يتكون مما بيضين اهم شي مما بيضين وقناتي بيض تنتهي في الاخير شنو في المجموع في الفتحة البولية التناسلية هاي كشنو مكونات عامة انت فقط اذا تعددها او تكلم هذا الكلام القليل شنو راح تاخذ نص الدرجة نجي هسا نشرح الدرس بحذافرة يتكون جهاز التناسل الانثوي في الضفادة من مبيضان يقعان على شنو جانبي الكلية نفس الخصيتان على جانبي الكلية في الجهاز التناسل الذكري فسا هنا المبيض يكون غدي زيان لون رصاصي الى اسود ويكون على شكل كيسي وقلنا يرتبط بالكلية بواسطة مسراق المبيض وعلى جانبي المبيض توجد قناتي البيض لكل ما بيض قناة بيض متوسعة هذه قناة البيض تكون على شكل انبوبة متطاولة بيضاء اللون تمتد الى الخلف لتكون فتحة قمعية الشكل مهدبة من الداخل وجود هذه الاهداب يساعد على دفع البيض الى الخلف في قناة البيض ثم الى كيس البيض ثم الى المجمع من الجهاز السبعة الجزء الثاني من قناة البيض طبعا يوجد في داخلها شنو غدد محية هذه الغدد تعطي غلاف للبيض اثناء مرورها تتوسع قناتي البيض في الخلف تكون كيس البيض كيسي البيض من الجانب الايمن والايسر يتحدان مع بعضهما لتكون شنو المجمع طبعا للجهاز التناسلي الانثوي في الضفادة ايضا شنو اجسام دهنية موجودة اه للاعلى تساعدها على اه شنو اه نمو المبيض اثناء فترة شنو ايضا السبعة اه اه هنا انا تكون اه البيض اه يتم في اه المبيضين اه اذا اقل لك مما تنشأ البيض اه في اه الضفادة ايش تقول له تقول له من الخلايا الظهارية الجرثومية المبطنة للمبيض اه خلال عملية تكوين البيض اذا من تنشأ البيض اه في الضفادة من الخلايا الظهارية الجرثومية المبطنة اه للمبيض اه وشكرا لكم على المتابعة اه وارجو اه مشاركة اه الفيديو معا اه زملائكم زملائكم زملائكم